لا صوت يعلق في وسائل الإعلام العالمية فوق صوت خبر موت الملكة إليزابيس الثانية الملكة اللي ربما يعني رحلت عن عمر يناهز 96 عام وبتعد واحدة من أهم الملكات اللي تعلق بيهم الشعب البريطاني طوال فترة طويلة جدا ملكة إليزابيس كانت صاحبة تجربة ملهمة في القيادة وفي الأعمال الإنسانية وفي خدمة شعبها وبتعتبر أيضا هي صاحبة أطول فترة حكم في تاريخ المملكة على الإطلاق خلونا نتكلم عن ما قدمته ملكة بريطانيا الرحلة الملكة إليزابيس الثانية نتكلم عن دورها الإنساني والمجتمعي والسياسي نتعرف على دورها أيضا في دول الكومنولث باعتبارها ليست فقط ملكة على المملكة المتحدة وإنما ملكة على 15 دولة اللي هي دول الكومنولث البريطاني بصحبتنا النهاردة سفير حسين هاريدي مساعد وزير الخارجاء الأسبق الحديث حول كل هذه المحاور أهلا بحركة فندم منورنا وصباح الفل أهلا بحركة الملكة إليزابيس الثانية ما هي أهم المحطات التاريخية اللي العالم يعني بتكلم عليها خلال مسيرتها في كونها ملكة على دول التاج البريطاني بداية يعني خالص العزاء للشعب البريطاني على رحيل الملكة إليزابيس الثانية وزي ما حضرتك أشرت هي حكمها هي اعتلت العرش في فبراير من عام الف سمية اتنين وخمسين كان عايق كمه سبعين سنة؟ سبعين سبعين يعني زي ما حارتك أشرت فدي أطول فترة حكم العاهل لرئيس دولة في بريطانيا على مدى ألف ألف عام النقطة الثانية أن هي جسدت التقاليد الدستورية وتمسكت بالتقاليد الدستورية البريطانية فمثلت بذلك استمرارية الدولة في بريطانيا بالرغم من التقلبات السياسية التي عصرتها عصرتها في السبعين سنة دولة السبع عقودة اللي حكمت فيها سواء داخل بريطانيا داخل أوروبا وعلى مستوى العالم واسمح لي يا أستاذ مصطفى أن أنا حقول أن رحلها أمس رحلها أمس ده على مستوى الرمز التاريخي رحلها أمس بيمثل وكأنها بتقول للبشرية وبتقول للعالم العالم اللي احنا داخلين فيه والتحولات اللي احنا نرىها الآن سواء في أوكرانيا سواء الاضطرابات سواء البريكت نفسها أن هي لا تريد أن ترى هذا العالم لأن العالم اللي هي عصرته هي طبعا من ناحية أخرى هي آخر عمالقة الحكام الذين عصروا الحرب العالمية الثانية صحيح هي على مستوى بالزبط كده الجنرال دي جول الجنرال دي جول هي على مستوى جون كاندي على مستوى الزعماء فعلا شاهدوا الحرب العالمية الثانية وهم اللي بعد كده وصلوا إلى سدة الحكم في بلادهم وكان دايما أمامهم أن تجربة الحرب العالمية الثانية دي لا تتكرر فعلا في حقبة أنا أعتقد تقدير الشخصي أن برحلها حقبة الحرب العالمية الثانية انتهت برحلها ونحن أمام عالم جديد كليا لا أحد منا يستطيع أن يقول ما هي ملامحه لكن أحب أقول أن هي يعني طبعا إحنا من القاهرة أما نحلل فترة حكمها في كذا مقربة ممكن ننتهجها في المقربة العلاقات البريطانية المصري خلال السبع عقود في المقربة بقى على مستوى العالم هي بدأت حياتها العامة قبل أن تكون ملكة لأنها كانت مجندة في الجيش البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية وقالت كلمة وجهت كلمة وهي عندها يمكن 15 سنة لأطفال العالم وقالت فيها أنه عندما تنتهي الحرب العالمية الثانية دعونا نحن أطفال العالم يعني جيل القادة المستقبل أن نحن نقود العالم على طريق السلام والإزدهار وهو ما كانت تحرص عليه طول فترة حكمها وده ممكن يكون السبب اللي مخلي إحنا وشوفنا السوشيال ميديا مبارح هنلاقي ناس كتير جدا ويمكن الأغلب كان حزين جدا على وفاتها ده مسبب إيه؟ شعور بعدم الأمان؟ شعور بالنستالجيا؟ شعور بالتغير؟ محدش عارف يعني دخلين على إيه؟ هل ده كله ممكن يكون شعور كامل عند ناس براحلهم؟ يعني حريتك طبعا هي شخصية تدعو بغض النظر عن أي اعتبارات سياسية من وجهة نظر مصرية بسبب طبعا الاحتلال البريطاني المصري وثم يعني لكن ده نحي هذا جانب نحي هذا جانب وده تاريخ ورانا ويجب أن نتصلح معه لا ولا علاقات دلوقتي مختلفة لكن هي حريتك هقول لي حريتك هو طبعا جزء من أسباب الحنين اللي حضرتك أشارت إليه رجع إلى الاضطرابات الحالية في العالم وأنه البشرية كلها في الشرق والغرب والشمال والجنوب تشعر بعدم اليقين بعدم اليقين ماذا يحمل المستقبلان هي الملكة إليزابيس الثانية كانت بتمثل يعني بطريقة إلقائها يعني أما حضرتك ما راجعي إلقائها للكلمات يعني مثلا عند الكوفيد عند جائحة الكورونا وجهت كلمة للشعب البريطاني أنهتها قالت نحن كأفراد سنلتقي مرة أخرى كان ساعتها بقى حريك في بريطانيا بريطانيا كانت زي الصين في مسألة اللوكداون مسألة فقالت نحن سنلتقي كأصدقاء مرة أخرى سنلتقي كعائلات مرة أخرى وأن دي حتبقى ذكرة ورانا فهي كانت أما بتطلع في المناسبات اللي بتمثل تحدي لمشاعر الرأي العام كانت بتمثل حضرتك الانضباط الهدوء تبعص الثقة والطمأنينة في نفوس الناس ظهورها يعني ليه حساب ظهورها وطريقة يعني أما حضرتك تدرس الكلمات اللي كانت بتلقيها لا كلمات مرتبا ملكة فعلا ملكة وفي رسالة عايزة توجيها ورسالة بتمس مشاعر الرأي العام ودي النقطة حضرتك في الرؤساء الدول عندما يوجهون رسالة يجب أن يضعوا في الاعتبار هي كانت بتكلم هي آخر حاجة مضتها عشان أقول لحضرتك قد إيه عظمة هذه الشخصية خادمتكم آخر حاجة مضتها آخر وكتبت اسمها بس إليزابيس يور شيرفانت يعني الإمضة يور شيرفانت خادمتكم واسمها طيب فطبعا كل ده أثر في الناس بروتوكوليا حضرتك يعني كنت يعني مساعدة وزيرة خارجية الأسبق وبالتأكيد تجولت في عدد كبير من سفاراتنا حول العالم يعني إيه الملكة إليزابيس هي ملكة على دول التاج البريطاني الخمستاشر خمستاشر دولة مكنت شعرف المعلومة دي أفند أن هي ملكة على دول الكومنويلث ليست فقط على المملكة المتحدة نحن ربما نعرف أن المملكة المتحدة كندا استراليا ديد نيوزيلاندا هي دول الكومنويلث لكنك شاف أنهم 15 دولة فيهم جزر هو بالمناسبة نجب أن نفرق بين دول الكومنويلث وبين 15 دولة التي أشارت إليهم هي مش ملكة على كل الدول الأعضاء في الكومنويلث الدول الأعضاء في الكومنويلث 53 دولة. وبالمناسبة عندما اعتلت العرش في فبراير 52 كان عدد الدول في الكومن والس سبع دول. الفرق ده بين السبعة والتلاتة وخمسين دي الدول اللي اتحررت من الاستعمار البريطاني أو الاحتلال البريطاني. الدول دي كلها ليها حكومات منتخبة ولليها بتاعفية؟ لا دي حكي لها الأنظمة الفرق بين الثلاثة وخمسين والخمستاشر دي طبعا دي دول مستقلة ولا تتبع التاج البريطاني. لكن في دولة زي كندا زي أستراليا. في حاجة اسمها الحاكم العام اللي بيمثل ملكة بريطانيا. بس ده حاجة تمثيل رمزي. ايه. ولا فاهمينه؟ بقى تمثيل رمزي. الخمستاشر دولة تانية دولة دولة فعلا كانوا دولة بقى حارتك جزر في البحر الكريبي. جزر يمكن في المحيط الهادي. بس بالمناسبة في جزيرة أعلنت الاستقلال عن التاج البريطاني العام الماضي وأعلنت قيام الجمهورية. لكن مقبلها عند الاستقلال كانت برضو بتدين بالولاء أو كانت بتتبع التاج البريطاني في دولة. دولة حاكمة كانوش. هم مش بيقولوا. أنا فصوح أننا كنا تحت الاحتلال البريطاني. دولة من البداية تحت التاج يعني تتبع التاج البريطاني. لكن الدول الكومنوالس الأخرى اللي اتحررت من الاستعمار البريطاني. بقى تعودوا كما زي الهند على سبيل المثال. هي تحررت. لا تقديم كده. هي رئيس الدولة. أي. الملكة يعني احنا دايما لازم يجب أن نفرق بين رئيس الدولة. ورئيس الوزراء. ورئيس الحكومة. ورئيس الوزراء. رئيس مجلس الوزراء. الملكة الملكة إليزابس هي كانت بتمثل استمرارية استمرارية الدولة ممثلة في رئيس الدولة. اللي هو فوق الصراعات السياسية. خلال فترة حكمها في السبع عقود. في 15 رئيس وزراء بريطاني. 15 رئيس وزراء بريطاني. ما بين ما بين رئيس وزراء من حزب العمال. رئيس وزراء من حزب المحافظين. زي السيدة ترس. هي كانت جات مارجريت تاتشر أول سيدة تبقى رئيسة وزراء في تاريخ بريطانيا. فحارتك وشوف تاتشر مسلة ثورة كبيرة في الاقتصاد البريطاني. والتغيرات التي عملتها. وتحرير الاقتصاد البريطاني. ثم الآن الحديث في بريطانيا نتيجة للتقلبات السياسية والاقتصادية في العالم. الحديث أن الدولة يجب أن تتدخل مرة أخرى. وترس أعلنت أن هي ستقدم معونات لمدة عامين للبيوت للأسر البريطانية عشان يواجهوا ارتفاع أسعار الطاقة. لأن أسعار الطاقة من أكتوبر القادم سترتفع بنسبة 80%. فحضرتك هي كانت بتجسد ما يسمونه الملكية الدستورية. وتمسكت خلال السبع عقود لحكمها بالتقاليد الدستورية. يعني ملكية دستورية. وإن خلق بريطانيا حتى الآن هي ربما الدولة الوحيدة في في أوروبا. لا فيه هولندا أظن. لا فيه كذا. على حاجة السويت. لا لا فيه ودنمارك. لا فيه ملوك. وفيه أسبانيا صحيح. لا فيه الملكية. لكن من الدولة القليلة يعني اللي ما زالت الملكية فيها. يعني إيه ملكية دستورية فن. ملكية دستورية يعني هي بتلتزم فيه وصيقة. طبعا الأعرق ديمقراطية في العالم هي الديمقراطية البريطانية. وبتعود لما يعرف وصيقة اسمها المجنة كارتا. تمام. المجنة كارتا دي حضرتك كانت في 1400 في القرن الخامس عشر. الملك لا يتدخل في الحكم. يشرف فقط. رئيس الدولة فوق رئيس الدولة فوق الصراعات السياسية. يعني هو والحكم بين السلطات. والحكم بين السلطات. طيب يعني التشريع القضائي مثلا. السلطات. الفصل بين السلطات. ده كله كان بيحصل ازاي في ضل خيادة. حضرتك هي لا تتدخل لا تتدخل في السلطة التشريعية ولا تتدخل في السلطة التنفيذية. القوات المسلحة وضعها ايه؟ لا القوات المسلحة طبعا الولاء للتاج. نعم. الولاء للتاج. لكن في استقلالية تمة حضرتك للمؤسسات دي. الجيش هي ما تخترش قائد الجيش لكن تصدق على تعيينه. نعم. ممكن ما تصدقش على تعيينه لأسباب هي لن تتحدث عنها لا تعبر عن أراءها السياسية. وبالتالي البعض البعض بيعتقد أن التاج البريطاني لها علاقة بالعلاقات السنائية. وكده لا. التاج البريطاني لا علاقة له بالعلاقات السنائية بين بريطانيا ودوء الأخرى. نعم. التاج البريطاني هو ده مطروك لرئيسة الحكومة وللوزارة وللحكومة العالمية. وليس من صلاحيات الملكة. لا 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 ليس من صلاحياتها. لكن طبعا هي في أوقات التوارئ ممكن إذا رأت أنه الأمر الانتاج لازم يتدخل من أجل الصالح العام ممكن تتدخل لكن في إطار الالتزام بالدستور البريطاني والقواعد الدستورية البريطانية. ده كان بيحصل إزاي مع قادة العالم. يعني كانت علاقة الملكة بقادة العالم بيتم التعامل معها. أحب بس أشيري إلى شيء. علاقة بريطانيا علاقات بريطانيا الخارجية المسؤولة عنها رئيس الحكومة والحكومة المنتخبة. هي كانت بتستقبل كملكة كانت بتستقبل رؤساء الدول مثلا عند استضافة بريطانيا لقمة مثلا لمجموعة السبعة أو لقمة لمجموعة أو لدول الحلف الأطلنطي أو أما كانت عضو في الاتحاد الأوروبي لدول الاتحاد الأوروبي. وتستقبلهم تستقبلهم ك رئيسة الدولة. بفهم. لكن إدارة العلاقات الخارجية لبريطانيا هي مسؤولية لرئيس الحكومة وللوزارة البريطانية. وهي لا تتدخل فيها. الأمر الآخر من ناحية البروتوكولية عندما يقوم عندما تقوم هي هكعرف زيارات بين رؤساء الدول ليها لها تراتبية. في زيارة الدولة وفي زيارة عمل وفي زيارة رسمية. في زيارة أعلى 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 مراتب الزيارات هي ما يسمى بزيارة الدولة. عند دعوة وهي بتوجه دعوة لزيارة الدولة بتوجه بإسمها. بتقيم حفل عشاء رسمي على شرف رئيس الدولة المستدر. اللي هو تم توجيه الدعوة له للقيام بزيارة الدولة لبريطانيا. مفهوم. أنا عايزة أعيد طرح السؤال تاني برضو. علاقة الملكة بقادة الدول. أنا مش بتكلم علاقة التاج البريطاني ولا علاقة الحكومة. أنا بتكلم كيف كانت تتعامل. هل كانت تتعامل يعني هل يعني حرج بتقول أن هي آخر الناس اللي حضروا الحرب العالمية التانية. هي آخر الزعماء. نعم. من الزعماء طبعا. فأنا بتكلم في نقطة أنها كيف كانت تتعامل. يعني هل كان هناك أوقات تتدخل بحكمتها بخبرتها. هل كان في حاجة كده ولا أصل دوليا لا يوجد حاجة كده. حرجتها برؤساء أو رؤساء حكومات. دي علاقة حضرتك كانت شخصية أكثر منها. مراسمية ولا وليست لها أبعاد سياسية بالمعنى المتداول بيننا. المعنى الحرفي. دوت مطروك للحكومة. لكن هي كان فيه رسائل مع رؤساء الدول. رؤساء الدول كانوا يعني كل الرؤساء الأمريكيين سواء كانوا من الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي كانوا دايما حريصين أن هم يتصوروا مع ملكة بريطانيا. شوفنا رونر ريجن أصدق رونر ريجن يعني لها يعني خلال السبع عقود ده لها صور مع كل رئيس أمريكي. تاريخ الحديث أحب بس قبل ما تنتهي الفقرة هي على مستوى النظام الدولي هي عصرة الحرب الباردة حرب الباردة عصرة سقوط حائد بلين عصرة انتهاء الاتحاد السوفيتي عصرة الهيمنة الفترة التي نسميها القطبية الأحدية التي هيمنت فيها الولايات المتحدة الأمريكية على النظام الدولي من 91 لغاية نقول بدء ظهور الصين أو روسيا بعد انتخاب الرئيس ملادامير بوتين وبعدين يعني هي عصرت حضرتك تقلبات حد في النظام الدولي لكن طول الفترة دي هي كانت بتمثل القيمة القيمة كبيرة الشعب البريطاني الشعب البريطاني كان بيتمسك بيها ليه أنا قابلت بريطانيين كتير جدا يا سيد سفير وما فعلا بيحبوا العائلة المالكة جدا ويعرفوا تفاصيلها ويتابعوا أخبارها بشغف شديد أنا عايز أعرف امتداد تاريخ هذه العائلة المالكة عائلة إليزابيث إلى أي مدى يعني متى تولى أول فرد في عائلتها حضرتك عارف أن هي اسمها المملكة المتحدة الإسم الرسمي المملكة المتحدة يعني أول جد لها كان في الحكم كان يعني أنا مش دارست بريطانيا بالزبط يعني بس واضح أن هو قديم هي هما الوينسورس كان فيه ستيورتس وكان فيه الوينسورس هما أسرة الوينسورس فهي حضرتك يعني الشعب البريطاني التف حولها التف حول الرمز شعب البريطاني خلال يعني من قبل الملكة إليزابيث كان بينظر للتاج البريطاني بنظرة نظرة فيها نوع من التسامي حتى معامها حضرتك معامها ارتبط بالسيدة الأمريكية السيدة الأمريكية تنازل عن كان مفروض هو بعد والدها إذا كان هو بقى بعد والدها اللي هو الملك جورج السادس كان هو اللي حيبقى الملك لكن بتنازله عن العرش لأنه هو ارتبط بسيدة أمريكية وسيدة أمريكية كان منفصلة عن زوجها فدو التقاليد نعم التقاليد فده تقاليد أنه خلاص فتنازل عن حقه في تولي العرش فطبعا الشعب البريطاني وهما حدث مع الابن الأصغر للتشار الهاري نعم فطبعا العائلة الملكة كان ليها كان ليها مواقف طبعا كانت هي مواقف كانت على الدفاع فيها أمام الرأي نعم زي ما حضرتك أشارتي وقت وفاة الأميرة ديانا لكن بالمناسبة الرئيس الفرنسي مكران وصفها في رسالة الموساء التي أرسلها أن هي ديانا كان بيسموها أميرة القلوب الرئيس مكران سماها ملكة القلوب ويمكن فعلا هي ملكة القلوب ليس فقط لدى الشعب البريطاني لكن لدى شعوب كثيرة جدا 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 رأوا فيها ما ما يتطلعون لرؤيته في رؤساء الدول في الزعماء القيادة والحكمة القيادة والحكمة وبعد النظر والقدرة على مواجهة الأحداث الجسام بطريقة تبعث الطمأنينة في نفوس الناس لكن عموما في حقبة تنتهي في تاريخ العالم حقبة الحرب العالمية التانية وجلنا جلنا العاصر الحرب العالمية التانية يعني دي انتهت من زمان نحن نتكلم الهيمانة الوحيدة أو القطبية الوحيدة النظام الدولي كنا دايما بنقول نظام الدولي ما بعد الحرب العالمية التانية صحيح فكان فيه ناس زعماء وقيادات بتعبر عنه الملكة إليزابيس الثانية برحيلها أمس بيكون كل هؤلاء الزعماء الذين عصروا الحرب العالمية التانية والحرب البردة وقادوا العالم في فترة كانت يعني فترة كان ممكن جدا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي سابقا يتورطوا في حرب نووية أبان أزمة كوبا في واحد وستين لكن هؤلاء القادة هؤلاء القادة قادت مرحلة ما بعد الحرب العالمية التانية كانوا من بعد نظرهم صحيح أن هما حقيقي يعني جنبوا جنبوا العالم مواجهة نوعية اللي قادت اليوم فشلوا فيها لغاية النهاردة في أوكرانيا أنا أتفق معك جدا فطرح حضرتك بتاع حضرتك أن هي ربما تركت العالم في وقت فيصالي جدا وقت ربما تتغير في ملامح العالم يعني هو سفير حسين هاريدي وصف هذا الأمر بأنها يعني ربما لا تريد أن ترى ما يحدث من بعد كورونا وما يحدث من بعد الأزمة الروسية الأوكرانية هي عصرت الحرب العالمية التانية وأرادت السلام عصرت الحرب البردة بكل تفاصيلها عصرت سقوط الاتحاد السوفيتي وعصرت أيضا الهيمنة الأمريكية وهيمنة القطب الواحد حتى وصول أو بزوغ النجم الصيني والنجم والدور الروسي مرة أخرى على الساحة الدولية فهي ربما عصرت مراحل كتير جدا من مراحل تكوين أو تشكيل أحلاف العالم كلمنا نهاردة عن ملكة إليزابيث وكلمنا عن دورها السياسي والمجتمع بنشكر السفير حسين هاريدي مساعدة زر الخارجية الأسبق على كل هذه الإضافات شكرا 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 شكرا